العدوان التصهيوني متواصل على اختار غزة وزارة الصحة كما قلنا أكدت بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 7703 شهداء هذا طبعا حصيلة ظهيرة هذا اليوم بينهم 3595 طفل البارحة كان القصف عنيف وعنيف للغاية يعني حتى الجهات المعنية هناك تقول بأنه نوعية الصواريخ تبدو أيضا والقنابل ربما نوعية السلاح هذا ما زودت به الولايات المتحدة مؤخرا هذا المحتل الصهيوني يستخدم طبعا نوعية من القذائف والصواريخ يسمع صداها تصور من قطع غزة إلى جنوب الظفة أمر لا يعقل أن يدك القطاع وهو مليء بالسكان أكثر كثافة تقريبا يعني أكثر كثافة حتى من الصين تصور يدك بهذه الطريقة والعالم يتابع أنا لا أدري أي عجزا هذا أو تواطئ يعني لأن العجز غير مفهوم وإذا كان هناك تواطئ أيضا يجب أن يجرم على رؤوس الأشهاد في ظل قطع لشبكة الاتصالات والأنترنت والكهرباء ومحاولات متكررة من المحتل للتوغل برا لكن المقاومة كانت له بالمرصاد كما قال المتحدث باسمها كيف تتابعون هذا الإرهاب الإسرائيلي لليوم الثاني والعشرين على التوالي